فرصكم باللي انه ناذرا في انت اسمع باللي انه شي حامات هي اللي كتديرش اعمال جيش شعوه لمرت ولدها وولدها وولدها واذا كان باقي عقلين فاني هذه الحلقات الكاملة من نهار بديت القناة عمرش يحدقة تليب على هذه القضية عجيب الله ولكن راي هاد الشي اللي غادي تسمحوا في هذه الحكاية من بعد ما فضوة اخترت قرايتها وتحددش حال من حاجة غادي تعطينا واحد درس زوين مع هاد النوع جيال الحماوات وايضا اذا قررتش نوكي وقعلك ثم تمشوفين وتابعونا حلقة الليلة سلام سلام محببكم على قناتنا اليوتيوب سلام اليك انتمنى انكم تكونوا باخر والاخر اموركم هانيا احوالكم طيبة اذا كنت تجيل على قناتنا نقولكم محببك واذا كنت من اهل الدار الداردارك المؤنسة ديالكم عادت اليكم من جديد صوت وصورة عدنا والعودو احمدو ولكن قبل ما غادي بدأ في حلقة الليلة بغيت نقول كان الله في عون الاخوة ديالنا الفلسطينيين اللهم كلهم عونا ووليا ونصيرا وهذاك شهداء الله يجعل مولان يفرحهم بجوار سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام في اعلى الجنان واللي كيتألم الله يكون معاه ويرزقهم الصبر ويرزقنا التحن الصبر معاهم ويجعل اليوم هادشي كله بردا وسلاما كيفما كانت النار بردا وسلاما على سيدنا ابراهيم عليه السلام قلوبنا معاهم ونسأل الله انه ينصرهم فكانت منه انو الارواح ديالكم تكون مزيان وبخير ولا خير انو صعيب نبقى ايضا شي حاجة من غير الدعاء في حلقة الليلة شوية ثوالا خلينا نقول لكم يالله لنبدأ انا في دواء اول ما اقلت على رصي حلي تعيني على وليدين اللي هما مطلقين وكنت عند العائلة ديال ماما اجداتي اللي رحمها كانت هي الاب وكانت هي الام هاد العائلة ديال ماما كانوا واحد الناس اللي هما فقراء وما في حالهمش يالله كي يجيبوا باش انهم ياكلوا وماما كانت كتخدم باش توفر لنا شي حاجة انا وخويا بابا كان عنده واحد المنصب مع الدولة اللي منصب لي هو كبير ولكن ما كي اعتناش نافقة غير شي بقشيش كي تيقوله بابا واحد الانسان اللي هو بخيل ولكن كانت عنده حاجة زوينة واللي كان فسخر بيها وكانشكر عليها انه قررانة وتضرب على قريتنا القيصة ديالي اول ما كان عقل على راسي وانا عندي خمس سنين اول حاجة تعرضت لها وما بغاتش تنساليها هي التحرش من واحد الانسان اللي كان قريب من عائلتنا وهو صغير في جدار جداتي ديال بابا اللي كنت نمشي لعندها كلها سبت وحد كان واحد عمي لي هو صغير سيدخلني واحد النهار للبيت دياله وسيده لي ودار لي واحد الحركة في ذاك الوقت اللي جداتي بحيلة ما عرفش نجاها ولكن بحيلة ربي ما بغاش شي حاجة تجي منه لانا وجدته سيدخل وانا مفاهم حتى شي حاجة قلت لي حل جراتني جداتي وخاص ماته ليه عمرك ما زال تدخلها معك وتسيده ليك البيت المهم كانوا صراحة اخوالي يتعاملوا معي احسن معاملة لم يكنوا يحسبوني انني بنت اختهم ولكن اختهم صغيرة نبقى نشكر في العائلة انت عمامة حتى نهاية وخال فاقر وشحان من حاجة كانوا يتخدموا واحد خالتي مسكينة تتخدم وغير كي وصلها كانت تمشي كتجري تجيب لي نظانون وبيمو ولم تحسسناش بانلي انه مكينواله المهم بديت كان كبر فاشغالي نبدأ ندير سبع سنين سنبدأ نفهم ماذا هو التحرش وبالي اي واحد قرب مني بهذه الطريقة اراه ناقوس دي الخطر اللي خاصني ندقه المهم وان في هذه الطفولة دي لي وخا عيو ما يشدوني وحدوني كنت واحد طفلة دي ما ضد الطيار ما تنقلش في الدار وغيت نخرج وخا عيو ما يشدو فيها ولكن كنت تنقرة وخا كنت طيارة المهم بقيت لك حتى وصلت للسابعة وحد الوقت ماما ما تبقى لا تقدالي ولا تخايف عليها انني ندير شي فضيحة ولا يشدني شي واحد يتعدالي سوف يتشدني انا وخويا سوف يتصفتنا عند بابا بابا من قبل كنا نمشي عنده كل صيف وكان دائما حضر في حياتنا وبما انني كنت طفلة منتفضة او متمردة كنت كنا كل عصام بزيان وفاش نمشي عنده سوف يبدافين محد اخر وحكاية اخرى ماما سوف يقول لبابا سوف ينصفتها لك حيات انا خايف عليها وهذه الكلمة خلت بابا يخاف حتى هو انا لم اكن كنت ندير صراحة شي حاجة من غير انني كنت بغى غير اللعب ونخرج ونحس بالامان ونحس بالناس راهم كيف يبغيوني وبالي انني محبوبة والله ما عمرني ما قلبت على شي حاجة اخرى من غير الامان مشيت دوزت عند بابا تمنى وكيف جيت عنده سوف يقول لي يا ابنتي سوف يدري الحجاب لم يكن لدينا البنت اللي تبقى بالحجاب فهذه المرحلة سوف يتفرض عليها ودرته من بعد جاء اختي ومرتبة تصوروا معي من قوة الاضطهاد والعذاب النفسي اللي تنعيش مع مرتبة واختي اللي تضربوني على اي حاجة خصوصا واحد اخي اللي كان يلسقلي غير الكذوب ممنوع لي الماكياج ولا السباغة ونكون قلصة في الدار ممنوع لي اي حاجة خاصة اني نلبس حويج لطوال وعراض من بعد عرفت بلي ان امتي يدروا بحلاكة بيش يحميوني ولكن اللي ما عرفين شو ما بلي انه اللي غادي يدير شي حاجة غادي يديرها وخاء يكونوا تيحميوك وهكاك راخلك يعدبوني وكيكرهوني كنت بحرف الشي حبس ضروري اللي يديني ويجيبني المدرسة وكيف قلت لكم انا كنت قرايا ولكن فقد مرحلة وليس كنجيب المعدل غير بالزز في السنة كان بابا غادي يزني وغادي يحطني في التانوية دي لبنات وبابا تيتحاب لي بلي انه يحميني فاشدخلني لتمة ولكن انا ذاك والله حتى حطني في وكر الضعارة لانه ذاك شي اللي تيطرة تمة خطر من التانوية اللي مخلطة ببنات ودراري ذاك العام حتى هو غادي نجحه غير بالزز عشرة اجبتها بالزز لاسقة ولكن انا كان عندي مع المواد العلمية اللي كنت كنجيب فيهم مزيان ولكن المواد الادبية خمسة اربعة ذاك شي باش كنت كنجحه غير بعشرة يلا قد قد المهم هادي نطلح للسيديان وهنا هادي نتحب مع ولد عمتي ندرنا علاقة اللي كانت صراحة بريئة المهم كنا مع بعضياتنا وانا كنت عارفة بلي انه ما تيبغين يجدك ولد عمتي وغير زهواني ولكن كنت غادة غير مع ذاك الشنعان ساع انه كل واحدة اراح ندر خليل يالها فقلت اجي حتى انا ما نخرش من جماعة وحتى انا بغيت نجرب وهذا شي غادي نتعلمه في التنوية نتعلم البنات ذاك التنوية اللي زعمها محافظة من هاد ولد عمتي غادي ندر علاقة بزاف مع الدراري ماشي علاقة خيبين ولكن ضروري كانت طعب مع الدراري في السيديان دياري غادي نتحول الليسي اللي هو مخلط وحتى هو نجحت فيه غير بزز جبت عشرة لازقة الجيهوي جبت فيه ثمانية فاصيرة شي حاجة ولكن بابا بما انه عنده منصب كبير في الدولة غادي يشوف الوزارة ويقول لهم بلي ديروا لي هاسانة بيضاء عاودوا لي العام وفي هذا الوقت وليت واحدة اخرى كيف قلت لكم كنت انسان اللي هي منتفضة وضيما مضربة مع اخوتي وخصوصا ذاك اخوية والضحرام معدروني على الكلمة واخرى اخوية حجاش كان يحط علي الباطل في السيديان مني قبل ما نعاود العام كنت خرجا انا واحد دري من المدرسة وغدا باش نشطو بيس ذاك الدري كان السقفية بغيني باش انا وقصة ذاك وقصة ذاك وقصة ذاك الديركسيدا معدرهم ومثله الام ذاكي سيدخل الانعاش شهر والزيادة من بعد سيخرج بوحد العاها مستديمة في الديه واختي يقولوا بلي انه بخير ولكن كان عقله مشي سوي حيث كان يقرع معانا في القسم وكننا عارفين بلي انه مشي طبيعي كان كل شيء مكي يديش عليه المهم اخي كان سلت مورايا بشوية وكان يتسنى غير شيء خطأ انا ندره معا ذاك الدري المهم وصلت الى البلاكات وهو مشى انا لقيت بابا يتسناني اخي طلع من مورايا تخلعت ويلي كيف شهدك المورايا ما دار معايا موالو غدينقز وغدينقل لبابا اراه بنتك مصاحبة علما انه فاش انا تكون عندي شيء خليل لا يعقوش بي دارنا ولكن ذلك الساعة انا فعلا ما كانت بيني وبينو حتى شيء حاجة تشي علاقة ابدأت يخرج في عيني ويقولي والله حتى بنتك مصاحبة شوف يا غادي تسلخى او لا انا غادي تسلخى وصلنا الدار وبدأت يهلكني بابا بلعصة ما تخلي فيها حتى شيء جهة بيضا ومرتبه ديما جبدلي المشاكل معاه كنت كان نمشي الليسي وكل زرقة ما كان غير لعصة ونضط فيهم اعاد كنزيد نزعم وما كنش كان نقرأ وغير غادي جاي لدك الليسي المهم كيف قلت لكم بالي انه في السيديام الثانية غادي ندخل سوق راسي وغادي ننسوه دراسي شو ما فدوانتي باغا في حياتك بقيت كنفكر وقلت ما عندي باندي رفاد الحياة وما كينش على من نعول عندي الله راسي وخاص نقرأ 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 حيث انا ما غدافين اذا ما قردش وما غادي ندير والو في حياتي وخديت قرار انني نسد على دارنا بمرة وما بقاش نسمعهم ولا حتى نشوفهم المهم وراها مباشرة وليل كان نخرج من دارنا كان نقرأ ثلثة ديالاشية وكانتفادة الصحاب وكانش الطوبيس وكاندخل دارنا وقسم بالله العلي العظيم وخيكون فيها الموت ديالجوع ما تندخلش الكوزينة وما تندوي مع حتى شي حد حدي السلام وعليكم السلام ومشي نيشا لبيتي ونسد عليها المهم العام ديالسيديان كله وانا هكاك ما تنهضر مع حتى شي حد كان عقل واحد النهار ما شافونيش دخلت بدو كيقلبوا علي حتى تتخلعوا شوية كنسمع تليفون جالي كيصوني وهو يقول لهم بخويا راكيصوني في بيتها غاديدقوا عليها حلي حلي في دواركي هنا حليت فوقت جيتي جيت ما قبيلة لماذا ليس لدينا راكي دخلتي من قيمتا ونقلبو عليك روقتي ووقتي وستيت عليهم ما نكتبش عليكم صراحة لقيت راحتي لا الله على راحة لم يجي هدي الأخويا الذي سديت عليه ولم يجي هنت عمر طبا لقيت راحة نفسية ما يمكنش تصوروها كان نخرج مع الستة كان ندخل مع السبعة كان نعس ومع الثناش كان فيك نقرأ للكامل كان ناكل الكتوبة وعطينا اتقار المهم أن يقولون أنه لا يوجد مدير سوف نجح سيزيام ثانية سوف نأتي الوليف الثانوية والباك كذلك سوف نجيب فيه النقطة التي حتى هي مزيانة لن نصدق هذا الأمر المهم أن أعرض أن أتقرأ وأن أريد أن يعاوني ويخلص عليها ويتقاتل معي غير حتى نصل وانا هنا أقررت أن أدخل حتى نقرأ صحيح صاحبتي كانت هناك الكبيرة في أخوتها وعطت لي وقالت لي أن أأتي معي وقلصت وقلصت عندما أجتمت خارجة أمامها قالت لي أنت يا بنتي شوفي قلصت تتغذي معنا بدأت تترغبني وكانوا أعرف أن أتقرأت لها المهم أن أتقرأت وقلصت وأن أبا لم يكن لدينا التلفازة تقول لنا أن أتقرأت وقلصت أن أتقرأت لها وكانت تفرج حتى أن أتقرأت لأخي فأنا أقول لها لم أتوقف فترة وقد كنت متخسر رحبت إنسانة كاملة ولكن سأتقرأت بالحرار إلي ولكن أتدخلت وقال لها نفس الحاجة وحتحت بمدوى معها وما قال لها والو دوزع لي الاضطهاد والخلعة عدبوني المهم العذاب اللي دوزع لي يا بابا وواحد خوية عمرني منسى في حياتي كلها أنا اليوم رأي كبيرت وبولدتي وبقى ما زنت تذكره الحاجة الوحيدة اللي دارها بابا مزيانة في حياته أنه ركز لي على القرايا المهم نجحت في الطيب وعودت شيء أعوام وبقيت غادة حتى العم ديالي السادس في واحد النهار في 2011 سوف نهضر أنا واحد الشاب في واحد السيد لمدة أسبوعين وفاش عرفت بلي أنا وعنده علاقة بواحد والد عمي خفت من الهضراء أنها تكتر عليها وقلت له شوفها فلان يا إما تجي لدارنا يا إما بلاش من بعد أدويت معاه ولقيته تزواج وتطلق وعودنا هضرنا وقال لي بلي أنه هنت يا فدوى أنا عندي واحد الميسيون في الدولة الأوروبية سوف نساليها ونخطبك من داركم من بعد ما جاء تلاقينا وقال لي يا أنا مستعد من غضة نجي وما نقدرش نعود الغلط اللي درت وندمت على أشتفاق سمعك ذلك المرة مراها دار مع أبا وتلقى بي في القهوة اللي قال لي يجيب وليديك واجي مرحبا بكم جاءوا تعرفنا وعاودوا عيطوا علينا ومشينا لعندهم من بعد دارنا الخطبة وهنا غدا يقترح لي يا رجلي أننا نسكنوا بوحدنا حيث هو كان دفع في واحد الضار باش أنا تخرج لنا قال لي يا أجي غير نتوكلوا ونخرجوا ونخرجوا في انتظار الضار وحلش أخويا ننخرجوا ونضيعوا الفلوس الله ما نسكنوا مع داركم هذا المهم مباشرة من بعد الخطبة درنا العرس وسكننا مع دارهم اللي أمو غادي تدوز علي حتى هي العذاب من نوع آخر غير هو أنا ما كونش كان خليها تعدبني ولا تفرض علي شي حاجة من نهر الأول قطعت معها ما كانت تعيير معها ما كانت ضرب معها وراجلي كان ولد الناس حيث شفاش كانت كتعمر لي هراسو كان كي يجيل عندي وكان دور فيه كيت تهدن وما كيبقاش كيفرعن ويقول لي لا أراهمي خاصك معها وخاصها تفعل لك ومشي مشكلتي بقى يسكتها أنا وش مزوجة بك ولا مزوجة بأمك وأنا صافي كيت تبت وكيت تهدن وأخلاقه لا علاقة صراحة مع دارهم هذه كحماتي بعدها بالضبط في دار كلها كانت نمرة بوحدة كانت تكدير شفعي اللي خيبين لي كفينيش الوقت أنا نشرحهم لكم الحاجة الوحيدة اللي كنت قدر ندير ليها على حساب عمرها أنني سنوقف قدامها كنخرج في عيني ونقول لي حسبي الله ونعمل وكيل فيك سكنت معاه في شهر 11 في شهر 12 كان عندي 16 لقيت راسي حاملة كانت معيشاني بغير بالحشيان ديالهضر عزكم والله وقليا السم وما كنش كنت تسوق لها أبدا اللي قال لي يا راسي واللي شفته مريحني مع ربيه اللي كان دير الرجلي غادي سافر خارج المغرب كان ديما غادي جاي مع الخدمة اللي كانت كثفته المهم كانت عنده واحد الميسيون في شهر واحد لكن في شهر 12 كان وقع بمشكل ما بينه وما بينه أمو ستتمعني علي في السطبلة حتى كان صابح ديك الساعة الدكرة على المولد النبوي ومقدرت لها بعيد لها مسمين لها أولو من غير فطور لي كان عادي أنا قلبتها الضحك باش أنني لا أعصب شراثي ولكن حلفات لها سكتات وقلت لها منك الله زوج تقايق غادي تعييت لها بنتا ومعات هليفونا في الصوت مجهد وكيتسمع كل شيء غادي تسولها ومعاتي 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 وحماقتي أنا بدي تسكن ضحاك ولكن فطورة الأشياء اللي بخافية أنا وراجلي مهدرش ومعاتي لها صافي أمي ولا شيء حاجب حلقة باش يحبس الموضوع ولا نقلبوه سنتدخل لها أخر مرة تضحك معي أمك بحالك تضحك الباسل ودوي معها باش أنها تحتار مرأسها لا رغير كانت تضحك معك في الدواء لا ما بغيتاش تضحك معي ياسي أصبت أنا وياه وخرج وأنا ذاك جاني زنزيف وأنا كنت حاملة كان عيط لي ما تجاوبنيش أصفت له ميساج أجي دابا بديني السبيطار ما جاوبنيش غادي عيط لخته وغادي يقول لها تجي تشوفني ولا لا لنكون غير كنت تفلع عليها غادي تلقاني كانت تلوه ولا وجع قلت صافي راطي حدك شلي فكرشي نشينا السبيطار دي الحومة كانت معي أحماتي اللي دخلت معي وقالت لها صار جفام لا غير بقاي حيث أنا فاش سؤالتني واذا تدخل معك ما جاوبتها شفائمات باللي أنا ولا وحبساتها الخارج أنا تسمع فراجلي أنا ذاك في الكولورتي يقول لها اش دكت تتحكي معها اولي اول ديراني غير راهترت معها الله يرحم لك باك ما تبقيش مازل تهدري معها اعطيها التقار سيطلب في أمه عافك لبعدي منها قلت لي يا كتشفام باللي أنا والحالة ديالك رأى كبيرة علينا وغادي ندير لك واحد البرة وغادي نصفتك للسبيطاء الكبير قل بني الطبيب وقال لي يا سمعين مزيان شو غادي نقول لك الشي اللي يفكر شك راباقي عايش وما تحرك من البلاستو ولكن اذا مرتحتيش وما باعتتيش من الأعصاب اعتبر راسك بل أنك عمرك ما حملتي وهذا شي رابيد لله ولكن علميا رهد شي لي كين ايو اش حال بقيت سنبكي ونعاوض الرجلتي يدوي معايا ما تنجاوبوش ولكن دمتم ما كانت يجيني لوجع لأولو كان قوليه وما كانت يجيني لأولو وما كانت يجيني لأولو ولكن لماذا؟ لأنني أصبح في الحال لأنه لم يدافع شهلية والحقرة التي أحسيت بها مثل ذلك الشي اللي عشتوا معا مع العائلة بابا وداروها خدامة وحسيت بأنني أتعاود عليها وانا لم أستطيع أن نعيش ذلك واحد الليلة بدأت تقنبكي فاق ياك لا بس انت قد تذهب مع امك شوفي انا تنواد كفدوة وانا لا نعيش ذلك وهذا رو واحد مني وبمعنى وجاني لأولو حم فما كنت نحمل الماكلة دي الدار نهائيا وانا كنت في الزنقة حماتي لم تقبلتش هذا الأمر وصورتت علي الكوزينة واخا كنت نعاونها لم تكن بغى رحب حلاكك بغىتني أنني نطيب لها وانا نديرها كل شي بهاد المعنى ورغم أنني ندير معها لما كنت نديرها عند ماما وانا اصلا لا يمكنني أن نبقى تابعها غير شغلت على الدار لم تكن قرأت حياتي كاملة وتخبط كتوبة لكي في الأخير تخشيني في الكوزينة وتفرض عليها ما هي اللي بغىت كنت نعاون كنت نقل بلاصي إلا خاصة شي حاجة كنت نديرها ولكن أنا ندفن في الكوزينة إلا أنا ذاك كنت نتنغيسطة جيالي حيث تحولت من المدينة اللي تنقرأ فيها إلى المدينة اللي تزوج فيها دوزة سيمانة تحلو تسدي الكوزينة غير بساروت والماما لم يكن قدر نشربه واحد نار حسلتها تدوي مع بنتها في التليفون غير شافت نقدامها زراقة وصفارة حيث عشاء حسلتها سأخذها لها التليفون ونقول لها ها شنو مكدير وهي شنو دارت لي أدابة أقول يا ماما لماذا تسدي الكوزينة؟ هي مرضات ومن لغة لي ما تصدها شلح ويجو في عائل تخيلوه واحد المرة ومسافرين سأخبرني أنه مرتك الداخلة وخارجة والرجال يشاهدون فيها في الحومة حيث لا تشد لها سأخبرني في الخروج انا فهمت القلب انا ذاك ولدها أخبرني فدوة لا تبقى تخرجي الزنقة اللي بغيتها أعطي لبا يجبالك نعم أخويا وعليش بالسلامة؟ منين تخرجي يشاهدون في كل هذا الدرب سمعني مزيانة للناس انا من اخذتيني دارنا لم تكن تسكنة معهم لم تكن تحجبني في دارنا لم تكن تحجبني في داركم وانت شوية لا بس حيحت عليه وقلت لها إذا لم تكن تقدمت للمكلار راسي امشي لدارنا لا 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 فدوة دير اللي بغيتي والمهم غير ديرها أفرسك ومرة أخرى لا تقول لي سأخبرني سأخبرني ويا فش عرفات سمعتني خلودني ما بغيتش عقوز دي الله يسمح لي واحد الإنسانة لي مكلخة حيث تعقلها محدود أنا تنبغي لي لدي ما غير الخير وتنصرف معها غير الخير ولكن هي بغيت تديرني متحت السباط متحت جناحها باش تدير فيها ما بغيت والكارثة أنها كتدخل في علاقتي مع ولدها وما كترتاح حتى كتشوفنا مضربين لدرجة أنها كتقول لي انتي عائلتك مش شتا وجاية شتش لي عائلتي الله أكبر شو مدرت لك أختلاد الكلام؟ حدي كنقول لي انتي كت قلبي أنا ننتعير معك ولكن أنا ما غديش نتعير معك حيث انتي كبر مني وأكبر حاجة إذا حتتك فيها هي أنك مرة كبيرة وأنا خالتي راني ما تتربيتش باش نتعير مع الكبار وحسبي الله ونعمل وكيل فيك خليتلك الله اللي صرت فيك من الخير بغيته يخرج فيك صبح الله أنا إذا غير رجلي غلط معها تلو مو حيتش ما كان بغيش يكون سخوت والديه ونبعيد على أن ينحرشوا على دارهم المهم وأخيراً غدين نرحلوا وارتحت بزاف منها فشغلت رجلي هزلي واحد الساك اللي دارت فيه ماما شمانط ديوري ممكن ونسخن أعزكم الله مع الحويجي للنفاس وهو هزلي دك الساك أعطاه لأمه وهو درع بحسن نية ولكن أقسم بالله إذا دوك الحويج انتع النفاس ما بنوش اليومين هذا أنا ماما ديما كنت كتقول لي حمات كرات حارة ورا ما يمكن شد شيء اللي تعود ليا كله تكون إنسانة اللي هي بارئة صاف يا ماما غير خليها المولانا اللي دالتورا بغين تقم منا دالت سنوات حملت تاني وليكن فيه علميكم باللي أنا هراجلي من فاسي اللوول هزلي واحد وحطتي واحد ولك يضربني والمعيور دائما أنا فش حسيت بالضغط مشيت لدارنا المهم غادي يجي يرجعني وأنا كنت ناسا وكان دووز حيش ديك اللقيتة كنت فيها إنسانة لي واحدة أخرى ما كنش كان عرف راسي أقسم بالله إذا ما عرفش ما ترى لي من فاسي اللوول لهذه اللقيتة اللي غادي نشاركه بحيش كنت إنسانة لي هي مرفوعة وشعرتو شو كانت يدير لي ولا تكرهني وأنا ما عرفش ما هو واقع وما كنت تتأكد لي بللي أنا ودخيتي رادي لليك شي حاجة في دوك الحويش ديك اللي يخبروه أنا كنقولها غير خليها منها الله من بعد راجلي جاتو وخدمة في أوروبا غير هو مشات هي بدأت خدامة تتحرش فيه تخيلوا الراجل مشى في آخر شهر 12 أعليه نرس العام قلس شهر واحد كامل من بعد جاوي كان دعي خفلة فرحان ناشط مشى وبديت كان نحس بالراجل غير هو عادة يرجع أبديت كان نحس بالراجل تبتلعي واحد شوية ما هادرت معاه ما قلت له والو شوية واللي يقول لي ما نشوف شوجهك وما نسمح شصوتك أنا بغيت نشوف غير ابناتي اللي كان يشوفهم مرة في الأسبوع وش راجل مرته محداش يقدر يقول لها بحلاكة تيقول يا دوزي يا غير ابناتي أنا صافي دخلت في كتئاب ومرضت ودتني ماما عنده واحد السيد اللي يجازي بالخير اللي يقرع لي القرآن وقال لي أختي غادي نقول لك أحشو ما هاد شي اللي دير هاد السيدة فيك وهاد السيدة رأى عندها هاد السروال بحال هكا واكا أقسم بالله أنا عندي تقاف مولانا وإيمان كبير ولكن لي شفتوا اللي عاود لي هاد السيد رأى اتصدمت وهذا السيد كان يدوي على السروال بيجاما اللي يخبر لي قال لي أرى عندها هاد و هاد و هاد بالنفس المواصفات نسعدك شين لي مشا نزيدكم قبل واحد النهار كنت نمشي تانويها الحمام وكانت عندي واحد مشطان تاع شعري ما كنت ندخل لها كنت نخلها غير في الصاكة ديالي كنت تبقى معايا فقبل ما غادي نمشي للحمام غادي ندوز للصالون حماتي قالت لي أنا غادي نسبقك لحقت عليها دخلت و قلت للطيابة أنا راني مع فلانا قلت لي آه هاد الله يخلا بالخلا وحق الله العظيم اللي قالت لي بحلاكة مارك معايا لا بس هاويلي الله يمسخها نضرب معايا على درهم بديها للرزمة تخيلوا ستحل لي الساكة ستحل لي الساكة و قلت لي هاك يخذ اللي بغيت لها من هنا قلت لي عدو بالله سديت و قلت لي أعفك أخلي لها ساكة وعطيتها خمسة درهم قلت لي فأخذتها الساكة لم أعطيها الساكة و دعيه حتى نخرج لي هذه الطيابة تحكي كل شيء كليانات فأخذت حماتي خرجات لقيت الطيابة الأخرى التي أعطتها الساكة وساكها مع الخرجة التي ستخرج لقد وجدتها شدة المشطة التي كانت في الساكة و سستم جيدا من هذا الزغب لأنها تبقى فيها شعر و أخشاة الشعر و المشطة في الساكة أنا بقيت مصدمة كنت أرى شيء كامل سوف نزل الفوطة لي و هي كانت تكتظر مع أحد المرأة بحيث أن أماما ينوالو و أخشيتها و أخشيتها و أخشيتها و أرى أن تخرجت المشطة لي و أصغبي و لم أكن لها بحيث أنها لم ترى و هي تلفات معرفة ما تدير و كما حلفت أنني عمرني أن أتبع الحمام المهمة السيد الفقاية قال لي و فولدها رهما تتصور نوصدك بحاجة بنتي هو أنه لم يخطوك الأذكار و حسني رأسك بالقرآن كل ليلة لا تنسى صورة البقارة و شوفي إذا قال لك شيء تديري لها ولا فعلية لها لا تسمعيش لي خليها لكي ينتقم منها الله أشر متقام المهم أنا و رجلي و قفنا على الطلاق و قال لي غير قد ندخل المغرب قد نفرق الجقال بيناتنا قد تدخل واحد سيدة ما بيناتنا التي تعرفنا بزوج و هو قد يقول لي قد تعتذر من دارنا و خانا ما كنت ديره ولو ولكن أنا ذاك كنت عارفة و شنو كان و شنو كان ندير ليه فقلت له شفتي إذا وقف حدايه دابا حتى فرعون غد نعتذر منه ما عنديش مشكلة المهم دارنا ما بغونيش باش أنا نمشي مع رجلي الخارج يقول لي اغدى ولا بعده غدى كرفسك و يعدبك فالله ما قلسي هنا و خدمي معززة مكرمة المهم تسرات الأمور وتبعتود و وزع لي العذاب لدرجة أنه عمر ما وصل بيه نفكر الانتحار حتى ذلك الوقت والله العظيم اللي تنوقف في لويت يا ميتاج و كان بقى كان طلو و كانقول يا رب اسمح لي يا راك تشوف مناش تندوس كان بقى تنشوفه و كانقول أولا دي باش غدى يحسو إذا مهم انتحرت و كان نعال الشيطان و كان نصد الشرجم ما مره مازوج داز العام اللو اللي عام تاني فقررت من بعد ما عيت و ما قدرش نصبر أنني غدين ترتق عليه و خلعتو بلي أنا غدي مشي عند البوليس و هددته و غادي تهدن و غادي يطلب مني السماحة المهم من بعد و عشنا في أمان و خمرة مرة كي يوقعون مناقشات و لكن بحلق جميع الأزواج أخي اللي كان تكر فصني حم ربي يسترلي في شي حاجة و رغير كي يطوطح داب و كي يدور و هذا كل دعمتي تروا لي بزاف جي المشاكيل و تطلق خطراج لي دخلت في مشاكيل كبار مع رجلها اللي وصلوا بها للطلاق و حماتي بغي يخرج لي على العقل المهم من الناس اللي آذوني ربي نتقم منهم و أنا كنشوف فيهم الحمد لله أما عني اليوم أنا اليوم عندي زوج ديالبنيتات دفعت باش أنا نكمل قريتي باش نخدم هنا في أوروبا في المجال ديال طيب نصحتي للبنات و العيالات رأى أي وحدة عند الفترات ديال العذاب اللي كتدوز منهم في حياتها و لكن الحاجة اللي كان نصح بها البنات أنه تبتوب مولانا و ما تنسوش باللي أنا و ربي تيغار في الحب ديالو على العباد ديالو إذا ما تتسرتش لك شي حاجة مع شي واحد عرفي باللي أنا و ربي تحيدو لك واللي رتيبي لك في شي عجائب و ما تنسوش القرية ثم القرية الله القرية والوالدين هذو هم المسلمات والأولويات في حياة نتع كل الأنثى لأنك تتعذب بزاف مع الأنثى بطبع ديالها عاطفية تنقول كل ما قريتش غادي نكون أكيد خدا ما عندش حد في داره يا أخويا يا مرتبة يا أين كان أنا لم أستعرش من هذا العمل ولكن فيه التكرفيس و فيه الحجرة أنا الحمد لله اليوم بخير عايشة و رجلي ما كنتش بغى نطلق منه في ذلك الفترات الخيبين لأنني كنت عارفة بلي أنه ماشي الخطر و بلي أنه ما بغيتش بنات يعيش و ذيك الأزمة ديال الفراق حيثش أنا عشتها و أخيرا بغيتكم أنكم تدعووا معي باش أنا ننجح في امتحان نتعليكي فالونس ديالي باش نقدر نخدم عاجلا هذه هي كانت حكيتي و هذه هي كانت حكيتي فدوا يا سادة يا كرام نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منها أدن نخلي لكم تعليق جميلة الفدوان لكم تقولوا عليها دمتم في رعاية الله و حفظي و اشتوحشوني كيفما تحشتكم تتخليوا اليال تحت في تعليق دمتم في رعاية الله و حفظي سلام سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر